بعد سلسلة وعود من قبل الحكومة والسلطة المحلية في عدن ما تزال المحافظة تواجه المشكلة نفسها في أزمة الكهرباء المسؤول الأول عن المحافظة مؤخراً اتهم شركة عرب جولف بعدم الالتزام بتزويد المحطة بالوقود وهي من تسببت من قطاعات الكهرباء المتزايدة هذه اللهجة التي تحدث بها الرجل أيضاً حملت تهديداً لمن اسماهم بالفاسدين وهدد عيدروس الزبيدي بالعودة إلى الخنادق متوعداً بأن عدن لن تترك لهم كما وجه انتقادات لاذعة للحكومة الشرعية مؤكداً أنها خذلت السلطة المحلية من جانبه تحدث رئيس الوزراء أحمد بن داغر في لقاء مع الإعلاميين في المحافظة حول الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة للعودة إلى عدن حيث قابلت أوضاعاً صعبة كما قال أهمها الإنعدام التام للكثير من الخدمات الأساسية من بينها الكهرباء يأتي هذا التصاعد في الخطاب الرسمي في ظل تفاقم مشكلة الكهرباء في المحافظة خصوصاً في فصل الصيف وهو ما دفع بالمواطنين أنفسهم مجبرين على اتخاذ طرق لمواجهة المشاكل بالغضب والنزول إلى بعض الشوارع في مظاهر احتجاجية ومحاولة الرد على السلطات الرسمية بقطع الطريق وإشعال الإطارات إذن تفاقم الكهرباء من المشاكل التي تشهدها محافظة عدن في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد عموماً جراء حرب الميليشيا التي تسببت بتردي الخدمات على مختلف الأصعدة ويبقى المواطن يدفع ثمن في ظل الحرب والسلم أيضاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر